أهلا من جديد من الأسبوع الماضي وتحديدا يوم 3 أكتوبر واسم قائد فيلق القدس اسماعيل قاني عنوان رئيسي محتوى الغموض وتحديدا مصير قاني والبحث عن اسماعيل قاني ليه؟ لأنه في نوع من الضياع والتضارف التصريحات عن مصيره والناس وخاصة في إيران معرفين وينه ولسان حانهم بيقول وينه فعلا وين اسماعيل قاني اللي صار أنه في يوم 3 أكتوبر قصفت إسرائيل في إحدى غاراتها مبنى في الضحية الجنوبية قيل أنها استهدفت فيه خليفة حسن نصر الله اللي هو هاشم صفي الدين وقالوا أنه اسماعيل قاني كان هناك وأنه تم استهدافه معه وقالوا أنه هو سافر من إيران إلى لبنان بعد يومين من مقتل نصر الله وبعدين طلع يوم الأحد مسؤولين أمنيين إيرانيين قالوا أنه أنفقد الاتصال مع قاني من يوم الخميس وما طلع أي بيان رسمي يبين حقيقة مصيره وحتى في الخطبة اللي طلع فيها المرشد الإيراني علي خامنة يوم الجمعة 4 أكتوبر واللي كانت لإحياء ذكرى نصر الله ما كان اسماعيل قاني موجود فيها وهذا الشيء طبعا أثار الكثير من التساؤلات هنا عاد بدأت السيناريوهات اللي بتتكلم عن مصيره وخاصة في إيران والناس صارت تتساءل وتقول فينه وإش صار فيه وبالطالب ببيان رسمي يكشف الحقيقة واللي زاد الطين بل وخلت التكاهنات تزيد رسالة وصفت بالغريبة قرأها نائبه خلال مؤتمر في طهران أقيم أمس وقال أنه هذه رسالة اعتذار من قاني عن حضور المؤتمر بسبب اجتماع مهم وهذا الشيء بينسف التصريحات السابقة وقال أنه قاني بصحة جيدة وبخير وأنه هو مشغول كثير بأداء مهامه وأكد أنه ما في حاجة لتصريحات زيادة بخصوص هذا الموضوع ولا حتى في حاجة لبيان كمان هنا زادت التكاهنات أكثر والغموض أكثر وأكثر عن مصيره وتضاربت الأنباء من جديد أنه لو هو فعلا سافر من طهران لبيروت ولا لا ولو انقتل أو لا وعلى فكرة إسرائيل في تصريحاتها كانت أكدت أنهما ما استهدفوا قاني بأي غارة إسرائيلية وأنه إذا كان موجود في مكان التفجير اللي استهدف هاشم صفي الدين فهو يعني ما كان هدفهم الأساسي أو ما كان هدفهم أبدا في نظريات ثانية مختلفة تماما عن مصير قاني وراحت لأبعد من كده وعنوانها الخيانة فقيل أنه قاني اعتذر عن الاجتماع اللي استهدفت في إسرائيل بالضحية الجنوبية حسن نصر الله وقياديين ثانين في اللحظات الأخيرة وأنه قاني في إيران بيخضع للمراقبة والعزل بسبب هذا الشيء وكانت آخر مرة ظهر فيها سماعي قاني على الإعلام يوم 29 سبتمبر يعني بعد يومين من مقتل حسن نصر الله وكان وقته متواجد بمكتب ممثل حزب الله في طهران مو بيروت واللي ما يعرف يعني معلومات عن إسماعيل قاني رح أخصها لكم ببساطة عمره 67 وكان مقاتل بصفوف الحرس الثوري وبعدين في سنة 97 تم تعينه نائب لقائد فيلق القدس قاسم سليماني وبعد مقتل سليماني بدربة أمريكية في بغداد في 2020 عين الطهران قاني خليفة له ما فيه كثير من المحللين والخبراء العسكريين قالوا أنه قاني ما كان يعني بيحظى بنفس الاحترام والقوة اللي حظى بها سليماني واليوم اسمه متصدر الأخبار بسبب الغموض اللي جالس بيصير حول مصيره نحن معانا من عمان المحلل السياسي منذر الحوارات أهلا فيك معانا أستاذ منذر طبعا الفرضيات والنظريات جالسة كثير متداولة يعني حضرتك بتميل لأي فرضية بتفسر اختفاء قاس أو إسماعيل قاني نعم أستاذ خير سارة وشكرا على الاستضافة كونه جرى الحديث على أنه كان موجود في طهران عندما تم اغتيال السيد هاشم صفي الدين هذا يرجح أنه كان هناك وربما قد اغتيل ولكن لا يبدو أن إسرائيل ولا يبدو أن إيران تريدان الإفصاح على هذا الاغتيال لأن هذا سيحتم عليهم رد ورد مقابل أنت تعلمي هذا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وهو الشخصية الأهم في هذا المجال طبعا قبله سيد حسن صلى الله وعندما يتم اغتياله بغارة إسرائيلية ويتم الإفصاح عنها فهذا يحتم على إيران الرد وهذا الرد سوف يكون له تبعات وتبعات ما بعد التبعات وبالتالي ربما تفضل الطرفين إسرائيل التي تنفي أنه حتى لو كان موجود ونحن لا نستهدفه لم نكن نستهدفه بمعنى تريد أن تزيل عن نفسها وزر عملية اغتياله وأنه كان الاغتيال شخص أو لقائد في حزب الله وليس لهذا القائد الإيراني حتى لا تؤدي إلى رد إيراني مقابل هذا الكلام أيضا ينساق على إيران إيران لو كانت تعلم أن هذا الرجل اغتيال فهي لا تريد أن تعلم في هذا الأوان بالذات لأنه هذا يعني ويساوي أنها يجب أن ترد على مقتل قائد كبير وهناك احتمال أنه لا أحد يعرف أنه مات أو لا في الغارة الإسرائيلية هناك الاحتمالين اللي حضرتك ذكرت يوم بس قبل ما أروح على الاحتمالين بس حبا يعني أقول لك شيء على حضرتك الآن ذكرتوا أنه يعني الطرفين يعني خلينا نقول بيديروا وجههم عن الموضوع علشان ما يضطروا أنه يتواجهوا بس إيران قبل كده لما نقتل قاسم سليماني اللي هو يعني أهم وأقوى وكان له تأثير أكبر يعني ردها كان يعني مسرحي خلينا نكون صريحين يعني والآن لما انضربت إسرائيل يعني حتى لما انضربتها تعليقا قال على قصة أنه هنية واغتيال هنية وقتل حسن ناصر الله يعني أعطوهم خبر من قبل أنه سنرسل لكم الصواريخ يعني معقول يعني قدي كده يعني يعني واضح أنهم حتى لو عرفوا يعني إيش حيسووا يعني نشوفي حضرتك أنت تحكي بجوغر الموضوع إيران لا تريد أن ترتب على نفسها نتائج مواجهة مع الغرب مع الولايات المتحدة بالتالي تهندس الضربات بما لا يؤدي إلى أذية كبيرة في إسرائيل بحيث أنه لا تقتل شخصيات مهمة مدنيين بكثرة وبالتالي لا يستتبع ذلك ردا أمريكيا عندما قتل قاسم سليماني هم أعلموا الحكومة العراقية التي كان بدورها أن تحمل الرسالة إلى الأمريكان وتقول لهم أن الإيرانيين سيضرقوا تذكري في المرة الأولى عندما قامت إيران بالمهاجمة أعلمت الجميع بأنه إحنا قادمون وسنرد بمعنى أن الصواريخ كانت مرافقة بالأقمار الصناعي وتم إسقاطها قبل أن تصل بكذير وهذه المرة أساسا عملية الرد كانت محكمة بشدة بحيث أن لا تؤدي إلى قتل الأناس حتى لا تضطر إيران أن تدفع ثمن إصابات كبيرة داخل الإسرائيلين إيران لا تريد أن توجه ضربة لدولة الاحتلال لإسرائيل بالضبط يعني ردودهم رفع عتب عتب أحسن بس الناس صارت مستوعبة هذا الموضوع وصارت بتقول أنه هذا الرد صار جزءا من التندر الاجتماعي وصارت جزءا من نقاش السوشال ميديا وكان البعض يتحدث عن أن هذه الصواريخ مرسلة بحيث أنها لا تؤذي إسرائيل وهي لرفع العتب لكن الآن الأمور تتطور حقيقة إسرائيل حصلت من إيران على مبرر هائل لتقوم بضربة داخل إيران تؤدي إلى إراحتها من البرنامج النووي الإيراني وهذا مهم تجب أن يؤذي بعين الاتباه وإيران تريد أن تتلافى ذلك وهي تقوم بدور التلميذ المؤدب الذي لا يريد أن يخطئ ولا خطأ حتى لا تتعرض لهذه الضربة وتحاول أن تقنع الولايات المتحدة بأننا نحن ناس ممكن نكون منضبطين معكم جدا بس بدنا نحافظ على برنامج النووي ولا نتلقى ضربة من إسرائيل أو من الولايات المتحدة هذا ما تريد إيران لكن بالمقابل تريد أن تستمر في السيطرة على المنطقة من خلال قوة غير دولتية من خلال أدوات وميليشيات تستنفذ فيها طاقة الدول وتستطيع أن تضرف هذه الدول يعني لو لا لو الدول العربية التي دمرتها الميليشيات بكامل قوتها ما كنا وصلنا للنقطة التي نحن فيها طيب إذا أرجع أخذك لنقطة النظريات الأخرى التي هي قصة أنه قد يكون في إيران وممسوك واللي هي الناس بتتكلم أنه خيانة وجاسوس وكثير ناس بيلمحوا لهذا الموضوع وأنه قد يكون هو السبب وراء مقتل سليماني وغيره من الناس كيف تتوقع أو إيش؟ هل تحس أن هذه النظرية ممكن فيها كلام؟ فيها ثلاث احتمالات الاحتمال هو أنه مصاب ويعالج ولا يراد الإفصاح عن ذلك الاحتمالية الثانية أنه ممكن يكون الإيرانيين مقتنعين أنه هدف إسرائيلي ولا يريد أن يتم التوجيه الضربة إليه وبالتالي يراد إخفاء تماما النظرية الثالثة وهي أنه قد يكون متعاون مع واحدة من الأجهزة ومن ضمنها الأجهزة الإسرائيلية وبالتالي هناك شكوك عليه ولا يراد أن يعلن عنها لأنه أنت تحكي شخصية بهذا المستوى وتكون بالنهاية تطلع جاسوس هذا خطير هذا سيزعزع محور بكامله وسيؤدي إلى بعث روح الشك بهذا المحور من أعلى قيادة إلى أسفله بمعنى أنه كالك المسرب هو قائد المحور مو هذا غيره وهذا سيؤدي إلى شكوكات خطيرة طب إذا هو مختفي ونحن عارفين وفي احتمالات هذه الاحتمالات كلها وقادة حزب الله تم التخلص منهم وفي مجموعة الآن جالسة برضو كل أحد بيشكك في أهميتها مين اللي بيدير الموضوع؟ أنا قرأت أن هناك لجنة من الحرس الثوري موجودة في بيروت بالتعاون مع بعض القيادات لأن الآن القيادات الحديثة لا تستطيع أن تدير جبهة بهذا التعقيد وبالتالي هناك حرس ثوري مباشرة يدير العملية بالتعاون مع بعض القيادات في حزب الله طيب يعني عملين مجلس يلا نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات كان معنا من عمان المحلل السياسي منذر الحوارات شكرا لك اشتركوا في القناة